الارهابية الدانية التي ضربت قلب فرنسا وبالضبط باريس ففي آخر حصيلة لقيا 129 شخصا مصرعهم واصيب العشرات في أعنف هجوم ارهابي يضرب فرنسا هجوم شكل فشلا استخباراتية للأجهزة الأمنية الفرنسية التي تلقى ضربة موجعة إلى ذلك أعلنت غالبية الدول الأوروبية حالة استنفار قصوى خشية وقوع هجومات ارهابية أخرى هذا وفي حصيلة أولية تم إحصاء رعيتين جزائريتين من بين ضحايا الاعتداءات التي ارتكبت مساء أمس الجمعة بالعاصمة باريس حسب ما أوضحت خلية الأزمة التي وضعت على مستوى سفارة الجزائر بفرنسا ويتعلق الأمر بجزائري يبلغ من العمر 29 سنة مقيم بالعاصمة باريس وامرأة مزدوجة الجنسية تبلغ 40 سنة من العمر حسب ما أكدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة تطور هذه الأحداث المأساوية بالتنسيق مع الممثلات القنصلية الجزائرية بفرنسا وكذلك بالتنسيق مع السلطات الفرنسية ترجمة نانسيق مع السلطات الفرنسية